موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في بين الصطور يقول كاتب معاصر المشهد الذي يهيمن على حياتنا الثقافية والفكرية هو حرب ثقافات وحرب الجدليات وحرب أيضلوجيات لا من أجل تحسين حياة الإنسان بشروطه المادية بل من أجل مزيد من السلطة مزيد من الفي مزيد من التملك باعتبار الحقيقة تحت القبضة كما يقال فليس العمال والفقراء والمحرومون والفلاحون هم الذين يمتلكون ويريدون ويحاولون سيطرة على الحقيقة بل بعض النخب بعض المثقفين الذين يعرفون أو يظنون أنهم يعرفون درب السماء أكثر من الآخرين هكذا يعمدون على طمس الذات إبعاد الذات ومجيء حقيقة جاهزة نهائية لا تناقش وكأن اللغة طاوعت قارئها وليس لها أن تخبئ شيء بينها فاللغة لا ترى بالتسطيح اللغة تحتاج إلى تفكيك وتبيين وبدأت الحرب الإيدلوجية وجد للهويات من دجلة كما يقال إلى الأطلسي حول هذا الموضوع مع ضيوفي الكرام مع الأكاديمي الدكتور فالح القرشي وأيضا مع الكاتب العراق الأستاذ طاح الخزرجي ضيوفي الكرام تحية طيبة والسلام عليكم مرحبا عليكم السلام مرحبا شرفتم بين السطور مرحبا دكتور القرشي دكتور القرشي يعتقد البعض هذا الجدل بالهويات هو غنى للإنسان وبالتالي الناس تناقش النتائج ولا يناقشون الأسباب برأيك جدل الهويات وهويات متنوعة هذا يشكل صحة وعافية في المجتمع العربي نعم جميل شكرا جزيلا شكرا لك دكتور للفضايا العراقية على الاستضافة لموضوع الهويات القاتلة أو الأفكار القاتلة ممكن أن نقول حقيقة الهويات القاتلة هو ممن تتكون هوية الإنسان تتكون هوية الإنسان من اللغة والدين والتاريخ والعرق هذه مكانة يعني الآن لما نقول هوية إرهابية مثلا أو هوية مسيحية هوية بروتستانتية هوية إسلامية طيب من نجي نبحث نشوف هذا عنده لغة معينة وعنده عقيدة معينة وعنده تاريخ وعنده بيئة خلقت من عنده من هاي الهويات لكن أحياناً الهويات التصبح قاتلة عندما تلغى الآخر إنما تؤمن بتكفير الآخر عندما تؤمن بقتل الآخر عندما تؤمن بنفل الآخر واعتبار هويتها هي الهوية الأصلية التي ينبغي أن تنشرها في العالم تصبح هوية قاتلة، لكن هناك هويات مو قاتلة هناك هويات متعايشة يعني أنا ممكن أن أقسم العالم إلى عدة هويات في زمن الرسول صلى الله عليه وآله يعني عندما جاء إلى الجزيرة العربية وجد المجتمع مليء بالخرافات مجتمع مليء بالصراعات يعتقد هي ليست خرافة هي حقيقة وليست ميثولوجيا وليست أساطير بس في نظرنا هي خرافات عندما يؤمن بأن ربه يبنيه من تمر ثم يأكله مثلا يأكله ربه هذه خرافة في نظرنا إذا جاء الفقير أكل ربه أكل ربه فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفكر جديد حاول أن يخلق من عقلية هذا العربي لا يؤمن بالخرافة ولا يؤمن بوأد البنات وبعار البنت عندما يدفن البنت لأنها عارا مثلا حول هذا الإنسان العربي الذي كان يرمي سهمه في القرية فإذا وقع السهم على بيت يقول هذا بيتي من حقي فحوله إلى أن يتآخى مع هذا الإنسان حوله إلى أن يكون ذو فكر إنساني عندما غزت خيول المسلمين بلاد الأندلس وأسبانيا وتوسع الفتح الإسلامي كان مو غزوا دغمائيا ولا غزوا وحشيا وإنما نشر الفكر الإسلامي ونشر الرحمة الإلهية التي جاء بها القرآن الكريم وأصبح الإنسان العربي ليس قوميا متعصبا ولا متوحشا ولا هوية قاتلة بالعكس هوية إنقاذية أنقذ كثير من الشعوب من العبيد من الرق من الوئد البنات من الفقر فأصبحت هوية رحيمة خنقول عنه وهي بنائية هذا الإنقاذ أنقذه من الوقت ومن الاستهلاك ومن أن يتحول إلى مدجن يحمل عرش الملك كما يقال إلى كأن حور يفكر دخلنا اليوم في أبوديات وطوطميات وأصنام أيضا صنعها الإنسان دون معرفة ثم ذبح لها القرابين وقال هي آلهة جديدة نعم يعني الآن لو ننظر مثلا إلى الهويات القاتلة اللي موجودة فيه مجتمعنا الهوية مثلا الداعشية الهوية القاعدية قاتلة هذه الهوية النازية في زمن هتلر الهوية الترامبية أنا أسميها الهوية الرئيس المالية المتوحشة وليست الرئيس المالية المعتدية قلت المادية وقلت الترامبية المتوحشة نعم والرئيس المالية والأيدلوجية التي تحتكر هي الرئيس مالية كأيديولوجية تؤمن بالهيمن على العالم وتؤمن بأنه الفكر الليبرالي والفكر الرئيس مالي الذي ينبغي أن يسود البشر وهو الذي يلبي أشواق البشر كما يقول المفكر الرئيس ماليون هذه هوي قاتلة ولذلك لا يتورع ترامب مثلا من أن يقتل في العراق ويقتل في فلسطين ويقتل في كمبوديا وفي فيتنام لأنه يعتبر نفسه هو الهوية الأسلم الهوية سوبرمان بالضبط الهوية السالينية الهوية الموسلينية في زمن موسليني مثلا يعني الهوية الماوية ماو سي تونغ في بداية الحزب الشيوي الصيني قتل أربعين مليون صيني تتخيل هذا هوي قاتلة جميل الأستاذ الخزرجي في قضية هوية قاتلة هي تعتقد تعتقد نفسها ماركة أولى ماركة مسجلة شخصية سوبرمان المتفوق الليبرالي السوق إلى آخر ما جاءت ما بعد الحداثة إمكانية القضاء إمكانية القضاء على كونية هذا الإنسان واستبدالها بكونية مزعجة وبكينونة مزعجة تسمى كينونة العرض والطلب السوق الاستهلاك الدبق صح طيب نسمع منك بالبداية السلام عليكم وعلى كل مشاهديك وتحياتنا لقناة العراقية على هذا البرنامج الرائع وتحياتنا لأستاذ مؤية جاسم اللي هو خارج المألوف دائما شكرا لك هاي النمطية وتنميط من أخطر المسال اللي تنمر به نمطية وتنميط التنميط اللي استاد مؤية دائما يطلع خارج التنميط وخارج السلب لأن كثير من السلوكيات اللي تخلق هذا المزاج العام المزاج العام نبات من يكون صانع للأزمة علينا إيجاد أفكار تكون خارج الإطار لصانع للأزمة لأن من أخطر المراحل اللي تمر به المجتمعات من يتكون مزاج وهذا المزاج ما ممكن تدخله بأي فكرة جديدة أسوار 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 مو أجي يعني وكأنه يأتي يحتي يسالف بداخل هذا المزاج وكأنه يمكنك حقيقة مطلقة يسبب الكاتدرائية بداخلها وما تقدر تطلب به ولهذا تكون هنا راح تدخل بمشكلتين عبء الإثبات وعبء الحل ولهذا تحياتنا لإستاذ مؤيد جاسم على هذا البرنامج وهذا القروج عن المألوف والوصول طبعا هنا خنطلع من العموميات طيب خنجي نقص لأني دائما نبحث عن الأسباب مع المشكلة من زمان تعرض بشتر مؤيد نبحث عن الأسباب شن الأسباب اللي نوبات تتخلي بينا بحيث يكون التراث هو الزات المركزية إنه والآيديولوجية تتحول إلى الزوات مركزية شن الإشكالية هل إنه الإشكالية إشكالية مزاج أو إشكالية عاطفة أو إشكالية بيولوجية أنا لقيت هنا دراسة لأنه دراسة رحق راحة بما أنزلت ما لعلاقة بها جميل يقول إنه أجر المعهد الوطني للصحة دراسات مكسفة لفحص كيفية قيام مناطق الدماغ بتفعيل بعضها خلال أول 21 سنة من حياة الإنسان جميل شي يقول هنا وما وجدوه كان مذهلا طبعاً هاي هنا دكتورة جينسس عالمة أعصاب وعالمة دماغ أو ياها دكتورة ماي هاي فيلسوفة أسأساً هذا الكتاب يقوله ما أجدوه كان مذهلاً ينتقل اتصال الدماغ ببطء من مؤخرة الدماغ لمقدمته وآخر المناطق التي تتصل هي الفصوص الجبية عدنا بعلم النفس نحن نصيح للعمليات العقلية العليا الناصية هاي القشرة الدماغية اللي بيها تفكير وتذكر وانتباه إذن هنا عملية وصول المثيرات والخبرات تكون ضعيفة تقول فإن دماغ المراهق هاي حسب الدراسة لم ينظد شوى 80% أما الفجوة بمقدار العشرين بالمئة يكون الاتصال خفيفاً أكو اتصال بالتصال خفيف جميل فهو ما يفسر اتباع المراهق لمثل ذلك الشلوك المحير كتقلبات المزاجية وحساسيتهم واندفاعهم وانفجارهم وعدم قدرتهم على التركيز والمتابعة والتواصل مع المبادغين وكل هاي الشلوكيات جميل أنا من أشوف هاي العشرين بالمئة هي أجمل هدايا السماء العشرين بالمئة المنطقة الفراغل دي لأن تعرف إحنا الإنسان ببداية شبابه تحلال الدينية وتزهد الدينية وكان يصحون الغزال في هاي الفترة المراهق المراهق ولهذا كل جماليات الله سبحانه وتعالى تدخل هنا وصفتها طيب لماذا في هذا العمر يتبع العقل الجميل العقل المراهقين يعني هنا نظام الدوافع أنا أحتيناك نفسياً نظام الدوافع مواسك هذا النظام الجميل لأن هذا الذات الإلهية العملاقة هذا الخلق هذا الجواب الأخلاق للسماء منطيق كل شي جميل كفلسفة الجمال بس هنا خل أرجعي شوية على هاي المسألة هنا شو تقول تقول هاي المسألة خلال عشرين بالمئة عملية الحياة مثل المنوال خل نعتبر هنا نجي نحتي ليش أنا أسس الأسباب دا أحتي الثانية يعني هذا العمر بهذه السنين يتبع العقل المراهقة لأن فيها ثمة منطقة فارغة مو منطقة فارغة هاي منطقة فارغة الله سبحانه وتعالى نعتقد هو اللي يخلاه شنوه جميل جميل لنشخلها عدنا الجينات اللي إحنا بداخلنا وما أجمل النظام الجيني للإنسان طي هذا النظام يعني الجسم إلى آلياته العظيمة جدا للدفاع عن نفسها هاي جينة أنا اعتبرت اسنون السجادة ما للسجادة خل نعتبرها هي السجادة الفكرية طي السدة هذا الجين مثل سدة تجر خبرات اسنون المنوال الخبرات تشكل تشكل هاي السجادة الفكرية الايقونات السجادة الفكرية طي وهذا الخطورة وين تكون الخطورة من اللي تكون إحنا هاي المدخلات إذا بيها مدخلات طائفية إذا بيها مدخلات إثنية إذا بيها مدخلات الشكلة السجادة الفكرية ولهذا هي المسألة ممسألة مزاجة أنا أعتقد هي علال بيولوجية ولهذا يشوف الله سبحانه وتعالى بمحكم كتابة ألزل النص الديني نص يعني يمطي لك وجود وينطي لك هوية وينطي لك كينونة أدى على وحدة من تعريفات الهوية أنا الهوية عندي هي بالأساس ليست عرقا ولغتان مثل ما عبر الأستاذ القراشي الهوية كقناعة خاصة وتعريف خاص خلين عصب براشي طيب هي بناء معرفية عقلية أشبه بالبنايات مشكلة بداخل الدماغ هالبنايات شنون الشكلت شكلنا التراث الجزء الأكبر من عدها وشكلنا الخبرات الموجودة الجزء الأكبر من عدها بس الأجمل بيها تبقى الهوية هي هوية واعية الهوية الواعية ممكن أنه تتحول بلحظة من اللحظات إلا أنه تشكلها هي هوية تقدر تتعامل ويها المجتمع يعني شبهت الهوية مثل الشخصية مشنون إحنا مثل كل واحد عدنا شخصية عامة اللي يدي نمشي بس إحنا بداخلنا يعني بداخلنا مثل عدي شخصية شخصية دينية مثل شخصية شخصية أنه تؤمن بالمسائل الفلسفية عدي شخصية تؤمن بس بس أنا أمشي بالتعامل العام من بين هاي الشخصية الهوية كذلك الهوية العامة هنا شو تكون تمثل حنعتبره هذا النسق العام اللي داخل مجموعة الأنساق المعرفية كل زمن كل زمن ربما ينتج هوية معينة مثل ما عبر الدكتور القراشي حينما يعتقد في سلوكيات اجتماعية حتى سلوكة لاهوتية أن هذا الرجل ولد كي يبايع الملك وفي الصين الصينيون يعتقدون أن الناس الذين يولدون كي يحملوا كرسي الملك هاي بس الجادة الفكرية بس الجادة طيب اتأكده اتأسسه لكن علق الدكتور وهو كل حداء الصيني يعني لا يمكن أن يتغير الدكتور القراشي يقول هؤلاء يعتقدون حينما يصنعون آلهتهم إذا جاعوا أكلوا الآلهة وبالتالي هذا هو أيضا نسق ثقافي معرفي جميل يعتقد هكذا برأيك كيف تتشكل هويات مزعجة ولا يلتفت له الإنسان كيف يصنع إلها ثم يأكل الإله ويعتقد أن ذلك شيء منطقي برأيك هذا السؤال الأكبر السؤال الأكبر أنا دائما أقول هذا الإنسان اللي عبد هذا التمر هل هو كان مقتنع به طيب يعني بذيك الفتح كان قده نوع من التناشز المعرفي بين ما يعتقده بين سلوكه هو لو اعتقاده كامل بأنه هذا التمر هو منجي أو مسألة الخلاص بهذا التمر كان مأكله كان يظل حافظ على هاي المسألة ولهذا هنا عملية بناء لماذا أنا قلت هنا الهوية دائما تكون واعية عملية بناء الهوية الواعية هناك تشكل عندنا خل أنطيك مثال ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت قريبة علينا أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هاي الهوية مالتهم اللي متى عندهم تناشز معرفي بين المعتقد وبين السلوكه ولهذا مقناعتهم هو الذهاب إلى حال إلى شنون خل نسميه الذهاب إلى مراحل خل نعتبرها قيمية عالية أنه التضحي أنه مجرد الحياة هو هدف يعني كوسيلة لغاية أكبر هي الآخرة ولهذا التلت تتصور عملية ديتا ما أعتقد هي هوية بقدر ما هي فالنمط من أنماط الحياة الهوية أعمق وأكبر من هذا التشكر دكتور القرشي هل تعتقد ما صنع في مكة يمكن أن يطلق عليه انقلاب معرفي مذهل أخرج الناس من وثوقية الأصنان أخرج الناس من المعنى الجاهز ورحبهم إلى أن المعنى ليس جاهزا وليس خارج البنايات المعنى موجود فيك حربك التي بين جنبيك نعم شكرا جزيلا أنا أعتقد أن الهوية الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله غيرت المجتمع العربي 360 درجة لأنه إيمانهم كان بالجهل المقدس اللي عندهم نستطيع أن نسميه جهل المقدس ولو الآن أكثر الهويات التي تريد أن تمحي الهوية الدينية اللي شكلت بالغرب والشرط الشيوعية الماركسية النازية الداعشية الصهيونية ها كلها ها كلها هويات قاتلة أنا أعتقد أسوأ ما في العصر جاء من الهويات الغير دينية عكس ما يصدر إلينا جميل من الفكر الجميل العلماني أن الدين هوية قاتلة الدين هوية محصنة ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله حصن العرب في الدين وفي القرآن الصحيح طبعا في الدين المعتدل المدين المتطرف وأحيانا الدين هم نظروا إلى متطرف داعش ينظر إلى أنه يمارس تطبيق النصوص الدينية لكن تأويلات أدت بألان يكون هوية قاتلة داعش هوية قاتلة حتى لمن ينتمي إلى نفس الدين لذلك داعش مثلا لا يتورع من قتل الشيعي وسط المتصوف وحتى السني الغير معتقد بأفكار الفكر الوهابي المتطرف مثلا يعني أنا أعتقد الدين هو حصن كبير جدا لحفاظ الدين الإسلامي لحفاظ على الهوية الإسلامية من هجوم الهويات القاتلة الآتية من أمريكا الآتية من الشوعية المتطرفة الآتية من النازية الآتية من الصهيونية أيضا هي هي الآن الهويات القاتلة للنجتمع يؤذي يؤذي الهوية أن يعتقد أنها نهائية وغير قابلة للإضافات يعني لا يمكن إلا أن نؤمن بهوية يعتقد الإنسان الذي لا يعرف ماذا يأكل بعد ساعتين وماذا يقول لأهله وماذا يلبس غدا يعتقد أن هذا هو المعنى الجاهز والنهائي والذي لا يقبل النقاش الدكتور الهوية وعي متحرك مقالب جامد وعي متحرك وعي متحرك إذن هي مشاريع لم تكتم والهوية مو انعكاس لمرحلة معينة يعني ما أجب خلال سنتي يعني أنا دخل هنا خل نكون صريحين شوية خل نفصل بين الهوية و الروح العامة بالمجتمع إحنا العراق دخلنا بال2006 خلنا تبرز على سات طلعت الهويات الطائفية ب2006 غادرنا مرحلة الهويات الطائفية ما ممكن أن الهوية تتشكل وتتنتين والهوية اللي شكلها تراث خلال يعني هذا تراث الشعوب وعقود وإذا مئات السينية اللي تشكل الهوية الهوية مو انعكاس لمرحلة نوبات ينظروا بالروح العامة بالمجتمع الروح العامة اللي أسس الهان يأكل الروح العامة اللي يريد يرجع على مفهوم الروح العامة خل يرجع التوكفيلد توكفيلد الأسس يقول الدين طبعا الدين ماذا تقصد بالدين الناس أم قراءة الناس لا الدين البعيد من الإملاعات التقوصية جميل جميل ولهذا ما أشار الفطرة والكينونات الجميلة سيدي وموالي أمير المؤمنين اللي قل أعكم بكتاب الله وسنة النبي من شيرة الشيخين قل له اجتهاد رأيي هنا راد كل مرحلة إلهف قراءة خاصة قراءة الخاصة وتمت يتروح جميل يعني تما تقدر تحمل الدين قراءة خاصة ثم تذهب قراءة خاصة ثم تذهب يعني مو كل ساعة جايب لك جي الباب بلافسه وجي الباب بلافسه وجي الباب بلافسه الحد ما أنه هنا توقف خل رجعك شوية إله توقف يقول الدين بدون ملاءات تقوصية يحمر روح عامة بالمجتمع إضافة إلى روح المواطنة إذا نعتبر المواطنة كهوية أساسية ارتكازية غير تابعة لعكاسات شرطية أو العكاسات ذاتية هل حصل خلط بين تقوصيات وأوامر ونواهي ودين هنا السؤال خلط كل كبير ولهذا هنا برنامج إستاذ مؤيد إحنا ما نقدر نشرح كل شي ولهذا نطي فرضيات الباحثين خلي يأخذون فرضيات وخلي يشتغلون بها إذن الروح العام خلي يشتغلون عن الروح العام أكثر ما يشتغلون عن الهوية الهوية بناء عقلي متزن متكامل جاي موروط من خلال مئات السنين يوصل وأكرا حرجعك على فض مسألة صدر المتألهين يقول دخول المؤثر بالقوة يشكل عراض فلوكي إذن العراض الفلوكية ما جاية سهلة وما دخلت بيومين ثلاثة ولا جيل جيل ولا أكثر هذا هو اللي حصل اليوم حينما حاولوا تصحير العالم وتصحير الكون بفرض هوية واحدة بعولمة بقوة القبيلة بالشعبويات بالإدلوجيات بالنهائيات وكأن العالم أصبح سجنة أنا أعتقد سيد مؤيد أعتقد عفوا من رخصة الأستاذ نستقطع من وقته الهوية الواحدة الهوية الواحدة يستحيل أن تكون في العالم لأن هذه الهوية تعتبر قاتلة لماذا لأن نقول الهوية الرئيسمالية والعولمة الرئيسمالية اللي تريد تفرض هويتها هوية واحدة على كل العالم ذلك تحارب الماركسية وتحارب الفكر يساري وتحارب الفكر الإسلامي حتى السود هوية عن العالم وهم يقولون احذروا الخطر الأخضر كما يعبر مفكروا الرئيسمالية طيب يعني الرئيسمالية هي التي تلبي أشواق البشر أنا أعتقد الإمام علي عليه السلام ركز في هذا الموضوع على حوار الحضارات جميل وقال في مقولتي المشروع نظير لك في الخرق أما أخلك في الدين أو نظير لك في الخرق هذه ولذلك كوفي عنان وضعها في عام 2004 طيب أو أهم مبدأ من مبادئ الحقوق الإنسان ووزعت على كل مراكز حقوق الإنسان في العالم هذا التشخيص يكون هناك هويات متعددة في العالم ولكن هناك حوار الحضارات هناك التعايش السلمي مع ذلك أما هوية واحدة وأفرضها على الجميع هذا خطأ خطأ فكري ويؤدي إلى هوية قاتلة أنا في نظر إمكانية أن نلتفت إلى ما جاء به الإمام علي عليه السلام في قضية هذه الكينونة التي يريد لها أن تلتقي مع الكينونات الباقية بفعل الإنسانية المشترك الجميل أكو مشتركات هل تم التمرين عربيا على هذه الكينونة أم تم القضاء عليها بهوية شعبوية إجابات نهائية أنت نائم في الهوية لا يراد لك أن تستيقظ أين تمارين العرب على قضية علي بن أبي طالب عليه السلام والله العرب فشلوا فشل فشلا ذريعا في التعايش السلمي بين الطائفة الواحدة وليس عدة طوافة القوميات طيب بدليل لماذا؟ لأن المعارك موجودة الآن طيب المعارك موجودة في داخل مسلمين مليار وكسر لا يمكن أن نعمم لا أسجد عدد التطرف الموجود هسيا أسجد عدد المتشددين أسجد خنأتبرها يعني هاي الفترة شوف هنا أستاذ مؤيد أكوفت مسألة أخطر من عدها قوة من عدها خنرجع عليها شوية أسجد حولت الموادية العالمية والعالمة طمس الهويات بس ما حسك أنه اللاوعي المجتمعي يحمل الكثير من الأفكار لا أولا جاوبني على كلام الدكتور القرشي في قضية التطرف صار يمشي على قدميه وما شابه مشه بلحظة من اللحظات خلينا نكون معظمين أسحنا قاعدين عنها أكو نظرية المثير والاستجابة طبعا إحنا لن نسحنا واقعين بنظرية صراعية دولية داخل منظومات الإسلام السياسي بدت من مارتين آنديك وهذا علم النفس السياسي اختصاصنا ومو موضوع حلقة ما نقدر نسوله في فيديو هذا موضوع مهم وكبير بعيد النظرية المثير والاستجابة تقدر بأي مسير تطلع نوع الاستجابة اللي تريد ينهو يعرف الأن كونشكس اللا وعي مالتك جميل ويعرف التراث مالتك بس هذا التراث اللي تقريبا صار بالنسيان المدفوع للشخصية العربية حتى محمد عابد الجامري ما قدر يأسس وما قدر يفهم حتى الزات العربية كمفهوم متحرك وعي كامل أنه مفهوم منطلق من ذهب تطلع نايم بعده بتراث المفكر أحد المفكرين يقول صارت اللغة بكل حمولات اللغة معاني اللغة قوامس اللغة حاكمة على الكينونة وليست الكينونة التي تحكم اللغة وهذا مأزق كبير حتى يطلق على فلان مفكر كبير أبدع وقال ما لم يقل وأبدع فيما لم يبدع وقال شيئا لم يسبق تجيب عن هذا المحور يؤجل لك هذا المحور يؤجل لك بعد الفاصل نكمل بين الصطور ابقوا معنا اشتركوا في القناة في بين الصطور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأستاذ الخزرجي ثمث من يعلق على المفكرين الذين يتهمهم أنهم هم الذين ربما شاركوا من حيث لا يعلمون في صناعة هويات متطرفة وقاتلة لأنهم لم ينقطعوا عن تراث اللغة ومعانيها النهائية وما دون في التراث وبالتالي قدموا اللغة في قوالب جميلة سهلة للناس هذه معانيها النهائية ولم تقدم كلغة يعني مطروحة في السوق أو في الكينونات أو في الرؤى أو في الانطلوجات التي تتعطش إلى ما هو جميل فبالتالي لا يطلقوا لفظ مثقف أو مفكر على هذا المفكر لأنه هو الآخر في دبق يعني المنقودات فهو ليس أكثر من ناقل أو راون صح؟ سيزيد كما قال سارتر المثقف مشؤول عن كل جريمة تقع بلده حتى ذا ما يسمع بيها جميل المثقف مسؤول طبعا والأجمل أنت سيد مؤيد على هذه الحفريات الرائعة سلمك بسلمك الإشكالية سايكولوجية اللغة التي تجيب بهذا المراهق تجيبها من أوروبا تجيبها لي جاي ويؤمن بمسألة ويعتقد نفسه متملك عقائديا والآخر اعتبره متملك وسيليا ويجي فجر نفسه شنو نوع من سايكولوجية اللغة قبل هذا قبل هذا الذي فجر نفسه وتلذذ بهذا التفجير والإزعاج أريد أن أشيرك إلى مسألة بأن العقل الأكاديمي هذه القطيعة هذه القطيعة من أخطر المسألة اللي أنا إذا أشوفه دائما أسولف بيها لأن إحنا عندنا العولة ما كان يضام العقل الأكاديمي تقصد عقل الدكتور لا لا العقل الأكاديمي يعني عقل الأكاديمي يجب فترة وكأنه واحد ينظر للأخ وكأنه يديني يشوف الأكاديمي وكأنه يلعب حدائق غريبة عجيبة هذا يشوف يلعب حدائق غريبة عجيبة هذه القطيعة الشنو الإشكالية مالتنا إشكالية أنه الذات العربية راح نطيق فد مسألة بسنة الأيفو 835 شأنك الهند رائعة وجميلة من إيجا واحد إنجليزي فعلهم شافه قال أخي نضرب الثوابت مالتها قال أخي نضرب الثوابت قال أخي نصدر لهم لأنهم عندهم نظام قيمي كان عالي وشك ما بحيث كان مجتمع كل إشراكة أخي نحن في فترة العصر الإسلامي العالي هنا كان عندهم هنا سواء لهم صدر لهم مسائل عالمة بريطانية آخر شيء ضربت عندهم الثوابت منضيع الهوية مالتها أنت منضيع الهوية مالتك شصر عندك أنت عندك العولة ما أصبحت أشواء بالغواية أخذت العقل الأكاديمي مالتنا يعني خلي نفسر أشواء يلا محتى ننتقل للدكتور أبو علم النفس صار فرويدي ذاك صار دوركهايم ذاك صار دوركهايم المشكلة صارت عندك قطيعة بين هذا العقل والعقل الديني العقل الديني بقى بأدواته القديمة القديمة على العلم إحنا لو شايفين النص الديني جد يحمل من ثوابت نفسية وثوابت اجتماعية وثوابت أنثربولوجيا ما أرقاه وما أروحها وهذا نشوفون نعتقد أن شاحمد عمارة من أخذ التنمية البشرية مربطة الدين أصبح أيقانة عالمية جميل أنت أنت مع أن يمارس يمارس المفكر صنعته مفاهيم ثم يتحرش ويطيب له أن ينسف المفاهيم القديمة فالمثقف أو المفكر الذي لا ينقد لا يعول عليه أنتم لم تشتغلوا على طرد وترحيل المفاهيم الملغومة أسأل أجاوبها يا أستاذ ما يدي نعيش محذي الدكتور من وقتها أخذ حوية أنا سميتها إجد ما تكون عندك معجب بالآخر تسوي عمليات ترميم داخلي للأيديولوجيا مالتك للهوية مالتك نأخذ التجربة الصينية بقوا محافظين التركتورات الغربية جميل كل يتدخلوها سووا عملية ترميم داخلي بحيث الهوية مالتك أصبحت هوية جميل لكتور القراشي نعم هوية لامعة كما عبر الأستاذ الخزرجي الهويات التي لا يفتح لها النبع تجف ويصيبها الياباس ثم تترحل تأتي هويات بديلة لأن الصيرورة قائمة المثقفون المفكرون المشتغلون في الحقل الثقافي لم يتخلصوا بعد من مفاهيم مسعجة هم بالعكس يصدرون عملية إنتاج مفاهيم ثانية من هذه المفاهيم أنتجوا لغة تحمل معنى واحد وقالوا هي تنام على هذا المعنى لم يحفروا حفريات ضخمة أنت معا أم ضد أنا أعتقد كل التغيرات التي صارت بالكرة الأرضية قديما وحديثا أساسها وجذورها المفكرون والمثقفون بدليل أن مثلا الثورة الفرنسية فجرها المفكرون اللي وديكارت مونتسيكيو وجان جاكروسو الثورة البلشفية فجرها كارل ماركس ولينين وإنجلس هم أصحاب التغيير الثوري في العالم الاشتراكي الثورة الإسلامية في إيران أساسها الإمام الخميني دكتور مرتضى مطهري بهشتي مفكرون اللي ينظروا للدولة الإسلامية أو للفكر الإسلامي أنا أعتقد العالمة هي مؤامر عن هويات في كل بلدان العربية نعم في كل بلدان العربية موجود مفكرون لدينا نحن في العراق مفكرون يشتغلون على عمليات الحفر نعم اشتغل الشهيد محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر على تأسيس هوية إسلامية عراقية طيب والحقيقة نتيجة هذا التغيير اللي صار أنا أعتقد وراءه هؤذين المفكرين بالدرجة الأولى وغيرهم طبعا قصدي الأستاذ قال العالمة يعني حاولت أن تسيطر على العالم أنا أعتقد العالمة الأمريكية بالدرجة الأولى لأن العالمة قائدة أمريكا هي مؤامر على الهويات الفرعية هي تذويب الهويات لا يمكن أن تذويب الهويات بأديان عندنا 350 دين وما أدت شام لغة في هوية واحدة ويكون إنسان كوني هذه مؤامرة على الإسلام في تقديري ومؤامرة على الهويات الأخرى وإنما الحقيقي كما قاله الإمام علي عليه السلام الناس صنفان إما أخل لك في الدين أو نظر لك في الخط أضرب مثالا على الهوية التي حافظت على أصولها وجذورها والآن أصبح دولة كبرى إيران مثلا إيران ثورة إسلامية فكر إسلامي فكر آل البيت يعني هويتها واضحة جدا طيب ولكن انفتحت على العالم الآن الأولى في النانو في العالم والنانو اختراع ذربي وليس اختراع إسلامي مثلا يعني يعني أنت من الذين الآن الخامس دولة تصدير السيارات مثلا جميل الآن مع هذه الثورة تعتبر دولة مصدرة زراعيا وصناعيا السبب الهوية الفعالة كما قال المفكر الجزائري مالك بالنبي لطيف عنده كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي يقول هناك أفكار قاتلة وهناك أفكار ميتة الأفكار القاتلة والميتة كانت بالجزيرة العربية فجاء النبي محمد صلى الله عليه وآله قضى على الأفكار القاتلة وقضى على الأفكار الميتة الأفكار الميتية هي الإيمان بهذه الرب التمر والخرافات والخزعبلات هذه أفكار ميتة والأفكار القاتلة اللي هو الصراعات السياسية القبلية كل قبيلة تغزو قبيلة جميل فجاء النبي صلى الله عليه وآله فقضى على الأفكار القاتلة والأفكار وإنما خلى المجتمع العربي أفكار فعالة الفعالية الديناميكية كما يسميها مالك بن نبي ولذلك انتشر الإسلام وتقريبا سيطر على خمسة الكرة الأرضية أنت كأكاديمي أنا أقول تعتقد 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 وتأذيب الهويات لا يمكن أن نبني إنسانا مثقفا ما لم نشتغل على استقلال الهوية لدي طبعا واشتغال عليها لا بده وتخليص تخليص باب الهويات من الطرق المذهبي الطرق الأيدلوجي لا لانفتاع الهويات ساد موئي انفتاع الهويات يعني كيف يعني أنا فتح على هوية ثانية تعتقد أنت طبعا كل الاحترام ما قصدك نعم تعتقد أنت أنها قطأ وغير صحيحة وهي التي تعادي لا أنا أخذ منتجاتها المدنية وليس منتجاتها الحضارية أنت متضيين مدني أنا مقتنع فكريا بأنه فكري العربي الإسلامي ضمن هويتي هالي مقتنع بها أنت رجدي يعني بقراءة أبو الوليد بالرشد في قضية أننا النص فيه وجهان الوجه الأول يحس والوجه الثاني يشتغل عليه فينولوجي يعني العقل يشتغل على الوجه الثاني نعم أكو ثوابت ومتغيرات أنا مؤمن بالثوابت ومنفتح التغيرات جميل جميل متدين نعم مؤمن بالثوابت ومنفتح بالمتغيرات هذا الشكل يسهم بشكله بآخر بإنعاش هوية معاصرة حديثة تحترم الوطن تحترم الإنسان تغير العلاقة بالأشياء أحسنت أحسنت خلال شوصف جميل شكرا لك نحن مثل مؤسسنا أنه هوية العامة هي هوية متعايشة ومتفاعلة ويالمجتمع نعم نعم لا لا الدكتور القرشي طرح قضية ممتازة أنا متدين متدين لكن هذه الثوابت ولادة طبعا تريد انتعرش هو العقل هو العقل بحذات التوليدي يحذف ويضطي ويثبت ويمسح بعض المتدينين يخافون من كلمة عقل العقلانية يخافون من الأنسنة العقلانية يعني باختصار ثمت شيء جاهز ينتظر اسمح لي لكل الوقت ثمت شيء جاهز يخاف من تسميات حينما نقول هذا مفكر عقلاني احذروه حينما نقول هذا مفكر لبرالي علماني ما بعد علماني انثربولوجي ايدلوجي ابستامولوجي مؤمن بنظرة المعرفة نخاف منه وبالتالي كان الهوية أسرة نستريح عندها ونسترخي عندها ولماذا تزعجونا أنت معا جميل طبعا تعرف ليش يعني الهوية مثل ما قالتان هي لحظة واعية الهوية واعية بما أنها واعية رادية لها مشروع معرفي يقودها الهوية ما ممكن أنه تقاد بدون مشروع معرفي متكامل يأسس عليها خلي رح 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 رجعك شوية الأمين معلوف بكتابه يقول عنصريات الهوية ناتج عن روح الغل والحقد منذ الصغر في نفوس حاملها وتوريث ذلك إلى جال حسب قبيلتي وعرقتي مثل ما أسس نحن بالسجادة المعرفية دعنا نشتغل على الأساسات مثل ما أسسنا نشتغل بالسجادة المعرفية وأعتقد أن أعتقد وقت عندنا قليل ومثل ما أسسنا أسس الدكتور جينش أنه التربة دائما هاي التربة خاصة لعملية بناء الأفكار إذا كانت الفكرة صحيحة تشتغل فكرة صحية أو إذا فكرة سلبية تنتج فكرة سلبية وبأقصى المدى مالتها السؤال الأكبر مالت نحن شأنطنا في عملية تدعيم الهوية والتمركز عن الذات مثل ما أشار الدكتور علينا شتون ديوجين هسا بالجديد الفيلسوف الروسي الجديد من أنطى النظرية الرابعة تقريبا هاي نظرية نظرية التمركز على الثقافات نفسها لأن هي ثقافات منتجة منتجة نظام حياة ومنتجة أسلوب حياة ومنتجة أنساق كاملة أنساق هوياتية وهاي الأنساق الهوياتية ولو اشتغلت بيها سايكولوجية الجماعة هاي سايكولوجية اللي قد تحمل العديد من الثقافات الصانعة للأزمة صانعة للأزمة إذا كانت كل الأديان يعني تعليق على ما قاله الدكتور طبعا طروحت الدكتور في منتهى الرقي صراحة هي ترندات جديدة الله إلى آخر تعرف الفرض يا ماتي أستاذ مايل أنه النفس البشرية جسمانية الحدوث روحانية البقاء طيب البعد الجسماني لقوله مجموعة الأمراض السايكولسوماتية النفسية جسمية بس البعد الروحي للنفس البشرية ضمن التكاملية الكونية ما يراد لجهاز حماية ولهذا الدين أجمل فلسفة لحماية البعد الروحي للنفس البشرية يعتقد ألا بالذكر الله تطمأنه جميل النص الديني جميل متقدم على كل الفلسفات لكن لأنه بس أمس 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 النص الديني نص معرفي سلوكي وجداني أخلاقي نص معرفي كتاب ونظريات الكتاب وآيات الكتاب تجيبك للصلاة خمس مرات يومية تخسن نفسك أخلاقي هو جواب الأخلاق العملاق للسماء إضافة إلى أنه وجداني يعني العالم كنزاتري تتبرع جميل جميل دكتور القرشي بمقدار ما نحن على أعتاب ما بعد حداثه طبعا ربما في بعض القراءات نحن لم نمر بالحداثة لكن على أعتاب ما بعد حداثه مع ذلك نتوجس نتخوف أن نتقدم بمشوار معين يحاول تخليص المدونة من بعض المفاهيم التي ما عادت صالحة لإنتاج معرفة أو لإنتاج هوية معاصرة فنخلط بين كما هو في العالم العربي في مصر في الخليج في العراق في العالم في أفغانست لا نميز بين من يخرج على الدين ومن يخرج على الخطاب الديني صح؟ نعم طيب لك الكلام أنا أعتقد العالم الآن يتجه إلى الانشطارية أكثر ويتجه إلى مغادرة الأيديولوجيات القاتلة والأيديولوجيات المحنطة لتطور أفق الفكر الإنساني هناك في العالم الآن عالم أفكار وعالم أشياء نحن متخلفون في عالم الأشياء وقص العالم الأشياء عالم المادي يعني المخترعات والتكنولوجيا سبقنا الغرب والشرق لكن نحن متطورون بالأفكار إذا ما هذه الأفكار بنيت وانتشرت الأفكار الإيجابية في الإسلام وستنتجناها من تراثنا المليء حقيقة تراث العلوي تراث النبوي تراث الحسيني الآن التي تتجه الأنظار إلى كربلاء مثلا في الزيارة الأبراعين الفائتة أنا أعتقد إذا تطورنا بعالم الأفكار الإيجابية باستطاعة المسلمون والعرب وأركز على الهوية العربية الإسلامية نحن نريد نحافظ على الهوية العربية لأنه هناك من يعمل على تفتيت هذه الهوية على قتل هذه الهوية لا بد أن نخترق اللغة بشور يحتاج إلى نهضة أنا أقول لك شنو يحتاج نحتاج إلى نهضة فكرية ونهضة إنسانية كبيرة يقوم بها المفكرون والأكاديميون والمتعلمون المستقفون الذين أخروا في بعض الأشكال في بعض الأشكال الزوج لا يسمح لزوجته أضرب لك مثال أن تعرضه برأي ما سيد مويد الشيخ في بعض الأحيان لا يسمح برأي ما يعني يعني باختصار كأن التهمة جاهزة في العلبة أنت تنفعك هذه التهمة أنت تنفعك يعني التهم جاهز عليك أن تبرئ حالها أنا أخاف من شيء ألا يذوب العرب والمسلمون في هويات الآخرين وأضر لك مثال الصين واليابان وسنغافورة ثلاث بلدان تقدمت وتطورت لكن حافظت على تراث الأبوي وتراث الأخلاقي وتراث العائلي لحد الآن العائلة اليابانية يبوسون يد الأب جميل ورئيس القبيلة جميل تطورت اليابان الآن الدولة الثانية في العالم وأصبح لأن اليابان ينافس مثلا الدولار الأمريكي والصناعات اليابانية في سنغافور كيف غادرنا غادرنا هذا الوجدان الجميل كيف من غادرنا الخطاب الرسولي ورسالي للرسول عليها وضل الصلاة والسلام هم أقول أمام يقول لقومتهم بصوتي وسيفي هذا ولكن لا أصلحهم بفساد أمري طيب إذن الصوت والسيف من دخل على أساس أساس الحكم ما بعد الخطاب الرسولي ورسالي أساس إلى ثقافات ثقافات لكن ما فعلناها لا لا أستاذي إذا تسمح لي أساس إلى ثقافة صنع رعب الإنسان المرعوب ممثل الإنسان اللي يقدر يعيش وهذه الثقافة وترعب وتأسس هو مفاهيم وتأسس هو وتأويليات وكل التأويليات بشيط وأشار ريكور هنا أنه إذا إحنا ما طولنا شعب مرعوب من السلطة هنا المشكلة المشكلة بالعيدولوجيات اللي هي حفر للتصديق وهنا عن طهر شاشة الهوية إشكالياتنا حتى ذات تريد تعدل نص أو تنزل نص النص ينزل هو وشرطياته إشنون يتخلص النص من التأويليات ومن الشرطيات لكن لوقت يعني هذه التأويلات وهذه الشرطيات وهذه اللذذات كما يقول أحد المفكرين هي مؤسس الدين ليست أسس خارج الدين هذه أيضا ثانية تحصل بالدكتور يعني الأديولوجية العفو البعثية النازية التي حكمتنا 35 عام هل لها من الدين في شيء الأديولوجية الهتلرين اللي دمرت ألمانيا ووجدت ميركل بنت ألمانيا وتماموا لها الأديولوجيات الأخرى اللي موجودة في كل العالم ولكن أيضا على علعات ثقنية تصحيح مفاهيمنا لا بد أن نهذب وقلنا أن نهذب ونصحح مفاهيمنا ليس أنا سميت الإملاعات التقوصية على أساس الانفتاح مع الهويات الأخرى كان بدي أن أطيل بس هنا ثانية وحدة المخرج يقول يعني ليس سميت إملاعات تقوصية إذن هي داخلة على أصل الفلسفة الدينية الدولة طلع المقدس السياسي المقدس السياسي هم سوى لعقيدة واللي يضرب العقيدة احتمال ينعد ويسوى هم أشباب الكهنوت بالمقدس السياسي إذا هتلر وإذا موسليني وإذا العنظمة هاي السمولية اللي مشكلة اللي أسست إلى ثقافة الشعلية الثقافة النأي عن النفس ولهذا بقت كثير من المجتمعات الصامتة وكل المسائل اللي كثقافة صانعة على الأزمة أنا أشوف أكو لحظات وعي متقدم واحتمال نطلع من عدها نقطة أخيرة بس نقطة أخيرة بربع دقيقة ونصر دقيقة أنا أعتقد بالنهاية الإسلام هو أمل كل الشعوب المتطلعة إلى هوية بنائية جميل تبني الإنسان جميل وتذهب لهويات القاتلة وهي حقيقة تحمل جنبات سقوطها جميل كما سقطت الماركسية ستسقط الرئيس المالية وتسقط الداعشية ويبقى الإسلام المعتدل جميل الإسلام النبوي العلوي الحقيقي هو الذي ينبغى أن يكون الهوية المفيدة لحوار الحضارات واحترار حقوق الإنسان شكرا لك الأكاديمي الدكتور فالح القراشي شكرا لك أستاذ مؤيد شكرا لك والكاتب العراقي الأستاذ طه الخزر شكرا جزيلا لك يعني هل تؤمن أنه الآن انتهى الوقت انتهى الوقت شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لكم لا يكفي أن نحلم ليلا أن نتغير نستيقظ صباحا ونحن في قمة التغير لابد من العمل النقد عند المفكر عند الفيلسوف عند اللغوي عند الفقير لابد أن يشتغل كي يؤسس للحب الحب المكان الوحيد الذي يتنفس فيه الإنسان هواء نقيا العمل على الرجوع إلى المدونة الدينية إلى الدين رجوع مخلص ورجوع هان ويضع العنف في السلة شكرا جزيلا لكم تحياتي مويد جاسم وكادر قناة العراقية إلى عنوانات أخرى تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة